يواصل طيران العدوان السعودي استهدافه لمعظم محافظات الجمهورية ففي صنعاء شن طيران العدوان ثماني غارات على مديريتي همدان وأرحم منها غارة استهدفت مزرعة وسيارة مواطن في منطقة الحقة في همدان وثلاث غارات على مناطق غذران وجبل الخضم في مديرية بني الحشيش كما شن طيران العدوان السعودي أربع غارات على قاعدة الديلمي الجوية وعدة غارات استهدفت معسكر اللواء الثالث والستين بمنطقة بيت دهرة في بني الحالق وفي صعدة شن طيران العدوان خمسة وعشرين غارة على مناطق متفرقة من مديريات حيدان وكتاب وبغ وعشرون غارة على منطقة مران ووادي كليا بمديرية حيدان كما شن سلسلة من الغارات استهدفت منطقة آل مجدع بمديرية باقم وفي مأرب شن طيران العدوان ثمان غارات استهدفت عددا من المناطق جنوب مدينة مأرب غارتان على مفرق السد القديم وغارتان على مدينة مأرب القديمة وغارة على منطقة الجفينة وفي تعز شن ضيران العدوان ثلاث غارات استهدفت نقطة أمنية وغارة استهدفت مزرعة للدواج وغارة على القصر الجمهوري بالمحافظة وأخيرا في حجة إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة في غارات على قرية التنباكة بمنطقة فج حراب اشتركوا في القناة